السلام عليكم لا تنسوا الاشتراك في الفيديو والاعجاب بالقناة تشجيع لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله اذا كان طفلكم يعاني من الاحتقان او الزكام او حتى اوجاع الرأس والاسنان ربما يجب ان تبدأوا بمحاولة تدليكه قبل كل شيء نفكر بذلك لانفسنا لما لا نفكر بالامر لاطفالنا اذا كان الرفلوكسولوجي ينجح مع الانسان البالغ اذا لا بد من انه سينجح مع الانسان في اي عمر كان انه امر واضح اذا كان اطفالكم متألمين فهذا يعني انهم ليسوا مرتاحين هذا كل شيء ومن واجبنا كاهل ان نجري اختبارات لاصغارنا وليس هناك اي خطر في اجراء الاختبارات اسوأ ما يمكن ان يحدث هو ان يستمتع الطفل بالامر ويسترخي كيف يتعامل الرفلوكسولوجي على الاطفال اليكم النقاط الاساسية التي عليكم حفظها انتبهوا اذا كان طفلكم يعاني حقا لا تتأخروا وتصلوا بالطبيب على الفور الرأس والاسنان اطراف اصابع القدمين مرتبطة برأس الطفل واسنانه من المهم ان تعرفوا عندما يعاني الطفل من نوبة وجع اسنان اين عليكم ان تدلكوه اضغطوا قليلا على اطراف اصابع القدمين وسيساعد التدليق في التخفيف من اوجاع الطفل الجيوب الانفية ان وسط اصابع القدمين مرتبط بالجيوب الانفية اذا كان طفلكم يعاني من الاحتقان او الزكام واذا كان يعتص من دون توقف وانفه يجري دائما او اذا كان يعاني من صعوبة في التنفس بسبب كثرة المخاط افركوا له المنطق الوسطى من اصابع قدميه لتهدأت العوارض انتبهوا اذا استمرت العوارض كونوا حذرين واتصلوا بالطبيب الرئتان يعود احتقان الصدر الى الرشح والتهاب عند الطفل وقد يقود الالتهاب او الرشح غير المعالج الى صعوبة في التنفس واجب عدم اهمال هذا الامر اتصلوا بالطبيب فهذه الصعوبات قد تقود الى صعوبات اخرى كالصعوبة في الاكل او النوم والى اخره اضافة الى اتباع نصائح طبيب اطفالكم يمكنكم ان تحاولوا التخفيف من اعراض اطفالكم من خلال فرق هذه المنطقة من قدمه وهي تقع مباشرة تحت عنق اصابع القدمين وهي مرتبطة بالرعتين اشتركوا في القناة